في ميدان تقسيم وحديقة الجيزي وسط اسطنبول بدأت الحكاية التي باتت معروفة بشجرة رفض نشطاء البيئة أن تقتلع من مكانها أو أن يتم بناء مجمع تجاري مكان الحديقة لتنتهي بحركة احتجاج ضد عنف الشرطة وفق ما يقوله النشطاء هذا يشبه قليلا ميدان التحرير عندما انتفض ضد مرسي والتحركات ضد العسكر وضد الدكتاتورية أحداث تقسيم كانت فرصة لشريحة من المحللين لتصوير ما يجري على أنه نيكاس لصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في الشرق الأوسط النزاع بين الإسلاميين والعلمانيين في تركيا قديم الجيش كان يستخدم هذه المقولات وحزب الشعب الجمهوري كان يحذر من أن الشريعة سيتم فرضها وأن تركيا ستتحول إلى إيران هذه هي الحجج من قبل القوميين الكماليين ولكنها ليست محور القضية طبعا الناس غاضبون مع ذلك من برنامج الحكومة المحافظة شارع الاستقلال المؤدي إلى ميدان تقسيم والأزقة المتفرعة عنه تعود أن تشهد مقاهيه وحاناته ازدحاما في الليالي العادية هذه الليلة الأمر مختلف فبعد إضراب عمالي دعت إليه نقابات يسارية محدودة الحجم تجمع المئات في شارع الاستقلال مطلقين هتافات تندد بالحكومة يمكن أن تجد في هذا الحجد من أقصى اليسار الماركسي اللينيني إلى أنصار العلمانية والقوميين المعروفين بالكماليين نسبة إلى كمال أتاتيرك مؤسس الجمهورية التركية دعينا إلى اجتماع مغلق للحزب الاشتراكي الثوري العمالي الذي يضم في عداده بضعة ألف في تركيا كلها طلب منا بلطف أن لا ننقل فحو النقاش ولكن القضايا مثار البحث تركزت على الغلغة المقبلة في وسط تقسيم واصل العشرات اعتصامهم الصامت أسلوب للنضال اللاعنفي لا يعطي للشرطة ذرائع لقمعه بالقوة عندما تتحدث بي بي سي عن تركيا لا يجب أن تصور الأمر كأن البلاد على بوابة حرب أهلية وإذا كان من ربيع عربي فلا يوجد ربيع تركي يأخذ كثر على الحكومة التركية لجوءها إلى القوة ضد المتظاهرين لكن مؤيدي حزب العدالة والتنمية يبقون يتمتعون بمشروعية الأغلبية حتى الانتخابات المقبلة وهم يدافعون عن هذه الحكومة التي يقولون إنها استطاعت الحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية ورسخت خطى تركيا على طريق الديمقراطية وسددت كامل ديون البلاد إلى صندوق النقد الدولي وربما لهذا أحرجت خصومها متنوعي الانتماءات والولاءات وإل الحجار إسطنبول بي بي سي